مرحبا برج الجدي هذي رح تكون القراءة الاسبوعية لك الاسبوعين القادمين من تاريخ اليوم رح نتناول فيها جميع الجوانب المهنية العاطفية الصحية والقانونية اذا في اي رسائل مهمة لك رح تظهر في القراءة واذا في جوانب ما تناولناها معناتها ما رح يكون فيها تطورات كبيرة في الفترة القادمة نبتدي القراءة طبعا انا سويت اول فيديو خلط في الاوراق ولكن الفيديو انقطع علي ولكن رسالتكم كانت حلوة ما حبيت ان اعيد خلط الاوراق اوكي فرح ابتدي القراءة من جديد اول شي نبتدي القراءة بالكوبين اشوف انك يا برج الجدي في الفترة القادمة رح تنظر الى داخلك فعلا وتريد كأنه تعيد تقييم شنو الاشياء اللي انت تحبها حقيقة كأنه ما تسأل نفسك صارلك فترة طويلة انت في مجال معين في مهنتك في حياتك العملية وحتى في البزنس صارلك وقت طويل ما سألت نفسك شنو اللي يسعدني في الفترة القادمة رح ترجع لشيء لمجال معين اوكي تخصص دراسة دائما كان يسعدك تجد نفسك فيه تحس عندما تدرس هذا التخصص عندما تعمل في هاي المهنة عندما تفتح بزنس في هاي المشروع تحب نوعية العمل فيه ترجع فيه الى نفسك ممكن يكون ايضا ترجع فيه الى شخص لطالما انت احببته ولكن كأنما اغفلته بسبب الظروف بسبب الوقت بسبب توقيت كان التوقيت غير مناسب ولكن الان في فرصة جديدة لان ترجع للاشياء او الاشخاص اللي تحبهم اختيارك اشوف ان هنا راح يكون عندك مثل التردد في البداية عندك فارس الاكواب كأنما مستحي ان تبدأ من جديد في هاي المجال احتمال مثلا انك تكون في مجال التسويق تريد ان تذهب الى مجال التدريب كنت في مجال مثلا بزنس الكوفي شوبس تريد ان تذهب الى مجال العطور عندك نقلة نوعية تريد ان تذهب الى مجال لطالما احببته الى شخص لطالما انت كنت مغرم فيه عندك فيه حب سواء ان كان هذا الشيء ادخلك مدخول او لا تحب هذا المجال ولكن راح تتوجه له في البداية كأنما انت مستحي ليش احني اشوف عندك شوية خجل لانه صار لك فترة طويلة لاهي عن نفسك لاهي عن الشيء اللي تحبك كأنما صار لك فترة طويلة خبرتك صارت في مجال ثاني ارتباطك اصبح مع شخص ثاني كأنما مستحي ان بعد كل هاي الوقت ما مضى ترجع لهذا الشخص ترجع لهذا المجال اللي انت تحبه ممكن يكون على الصعيدين المهني او ايضا العاطفي ولكن لا تقلق لانه عندك كارت الشمس كارت الشمس موجودة هنا يقول لي انه عندك توفيق ومباركة سماوية لهاي الموضوع انت تعشقه لسبب لانه هاي الموضوع بينك وبين التواصل روحاني مهما بتعد عنا في النهاية رح ترجع له كارت الشمس يقول لي هاي الحقيقة الحقيقة ان انت تحب هذا المجال وحان الوقت ان فتح لك المجال ان ترجع الى الاشياء اللي فعلا تحبها احتمال انت تحب التدريس ولكن قطعت من فترة طويلة احتمال انك تحب التعليم تحب التحدث في شي معين انت تركت وصال لك فترة طويلة قاطعة من اجل هاي التركة مسافة الوقت الكبيرة القاطعة ممكن يكون مع شخص يحس شوية بخجل ولكن لا تنسى لنا عندك هنا في وسط القراءة الكوب الاول اكبر كوب اوضح كوب كأنما هو هني موجود الكوب وجوده هني يعني لي انه مهما طالب فيك الزمان بعيد عن هذا الشخص او بعيد عن هذا المجال مجال العمل اللي انت تحبه في النهاية كوبك انت مرح احد يشرب منه غيرك الشي بصمتك الخاصة يا برج الجديد في هذا المجال ما حد رح يستطيع يوضعها غيرك وان كان فيه ناس دخلوا بعدك وقبلك وانجسوا الكثير ولكن تذكر عندك الكوب بصمتك الخاصة كوبك انت لن يستطيع ان يماثل احد هذا كل اللي محتاج تتذكره وانت مقبل على البداية الجديدة اللي عنده واثناء الخلط ايضا كان عندي الغصن الاول البداية الجديدة المشرقة اللي فيها الشغف اللي فيها نرجع فيه الى ما نحبه والاشخاص اللي دائما كانوا في بالنا ولكن ابتعدنا عنهم بسبب نسئوليات الحياة والظروف بسبب ان احتمال المجال هذا لما كنت تحبه كان ما يقدر ما لقيت فيه طريقة ان يدخل عليك اموال تحبه ولكن ما فيه اموال اوكي تحبه ولكن ما تستطيع الارتباط فيه كان فيه شي مانع المانع ذهب انتهى الوقت حان ان انت تباشر او تعيد خطواتك تعيد صناعة هذا المجال عشان نفسه ترجع للشخص او للشيء او للمجال او للحرفة اللي انت دائما كنت تحبه لانه في فترة غيابك تغيرت تغيرت واصبحت هي الفرصة نفسها الشخص نفسه اصبح اكثر استعداد لك كأنه ما جاهز عشانك الكوب ممتلئ ويفوض يفوض بالماء العذ فهمت قصدي؟ تأكد ان بصمتك ما فيه احد راح ياخذها عنك وان كنت متخوف ان المجال الشخص هذا عنده اشخاص ثانين في حياته المجال هذا فيه الكثير من التنافس ابدا بصمتك الخاصة يا برج الجديد عندك ثمانية الاخصانة هنا جهتك والتغيرات اللي انت راح تجلبها في حياة هذا الشخص او في هذا المجال في العمل الجديد اوكي هي مطلوبة جدا في الوقت الحالي انت راح تجلب نوع من التغيرات هي مطلوبة انت مطلوب في هذا المجال ورح تبع بصمتك وايضا بسرعة ثمانية السرعة سرعة انجاز الامور رح نموك ما يكون بطيء رح يكون جدا سريع في هذا المجال رح بسرعة تترقى بسرعة تصل الى مرادك بسرعة تنشئ هنا تنشئ شبكة معلومات واشخاص لما اقول شبكة معلومات واشخاص معناته اذا كان بالنسبة لك هو شريك من زمان انت تحبه رح بسرعة تقدر تصل الى المحيطين حوله وتتواصل معهم وتخليهم موافقين عليك او يرحبون فيك واذا كان في بيزنس رح بسرعة تستطيع ان تتواصل مع العملاء ومع المدراء ومع جميع المعنيين التواصل وبسرعة اوكي وعندك تحت فارس الاكواب كوب النجمة هي امنية من بعيد دائما كنت مخلنها في بالك وستتحقق في الفترة ان شاء الله القادمة ولكن هنا ايضا يقولنا ان خل عينك على النجمة لا تتشتت ليش اقولك لا تتشتت لان عندك هنا كرت الجماهير احتمال ستصل بسرعة لدرجة انه بسرعة رح تلفت انتباه الاشخاص ستكون مع الشخص اللي في بالك ولكن ايضا ستجذب انتباه اشخاص ثانين ستبرز في الفترة القادمة عندما تأخذ فعلا هاي الفرصة رح تبرز فاحذر انه انت هنا الحشد والتصفيق والمدح ما يشتتك عن النجمة ما يشتتك عن حقيقتك انت ماذا تريد من هو فعلا الشخص اللي تحبه وتختاره وما هو فعلا التغيير اللي تريد ان تجلب لهاي المجال اللي انت تعشقه لا تتشتت لا تصبح التصفيق والحشد والمدح اهم لك من المجال نفسه حافظ على توازنك دائما تذكر النجمة وان كانت صغيرة او بعيدة ولكن نستطيع ان نخليها ترشدنا في ظلام الليل الارشاد محتاج ان تركز على الارشاد تركز على هدفك الشخص المجال عندك رسالة في هاي المجال ركز عليه ولا تفقد تركيزك لان فعلا اشوف ان الكثير من الاشخاص رح يكونون محيطين فيك في الفترة القادمة رح تبرز بسرعة ورح يكون لك قبول لا تنسى عندك توفيق ومباركة رح يكون لك قبول سريع الشمس في هذا المجال رح تدخل حياة هذا الشخص بسرعة وتحصل على مرادك بسرعة لما الامور تمشي عندنا بسرعة احتمال اننا نفقد توازننا هنا عندك تحذير لان تنتهي بك القراءة بفارس الاخصان فارس الاخصان يقول لك نعم خلك دائما شبابي متغير تستطيع ان تواكب متطلبات المجال الجديد لان مجال احتاجه يحتاج الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت والجيل الشبابي لازم بسرعة تقدر تتنقل من استراتيجية استراتيجية من طريقة لطريقة عشان تصل الى قلوب العملاء الى قلب شريكك شريكك اشوف اللي حطه في بالك لا يحب الروتين لا يحب ان تظل مستمر معه في مرحلة الكوبين لفترة طويلة يحب التنقل يحب التغيير خل دائما عندك طاقة التغيير الفارس لا يضع متاعه في اول محطة ويستقر فيها دائما متاعه تكون على الفارس ومستعد انه يتنقل في المراحل خلك سريع التأقلم هذه هي الرسالة لك سريع التأقلم ولكن في نفس الوقت لا يتشدد انتباهك من الاشخاص دائما ترى فيه واقع مضحك يقول لنا لما احنا نريد ان نرتبط والرغبة عندنا ملحة نلاقي انه ما فيه شخص مستعد يرتبط فينا عندما نصبح مخطوبين او مرتبطين نلاقي وقتها الكثير من اهتمام من الاشخاص الثانين يبتدون يجتمعون اوكي يبتدون يزيدون معانا انت حصلت على الشخص اللي تبي ولكن تبتدي اشياء ثانية تظهر واشخاص ثانين يظهرون فرص ثانية تظهر احنا نقول لك لا تفقد تركيزك عزيزي برج الجديد رح اسحب لكم كرت تابع النصيحة تبتدي حشحة ثانية تظهرون ماسحة ثانية تبتدي تجربة ومسحة ثانية تبتدي وترهون اجلس تقدم فرص ثانية تطاعد ثانية تبتدي شخص من الماضي مثل ما قلت لك ويمكن يكون مجالك انتعشقه من الماضي البعيد فرجوعك له احتمال يتطلب منك الكثير من التغيير راح تكون شوية غير واثق فهنا يقول لك خل عندك ايمان خل عندك ثقة بايمانك في الفترة القادمة ما أدري لشه هنا مطلوب منك انتفق بأنك مستحيل تخطأ مع هذا الشخص مستحيل تخطأ في خطواتك القادمة هذا النوع من الفترة وعندك رقم 12 يعطينا ثلاثة الكارت رقم ثلاثة هو ثلاثة الأخصان الشخص اللي ينتظر في الميناء قدوم السفن والحمول اللي ينتظرها مش معنات أن الأمور ما راح تمشي إلى صالحك ولكن هنا تحذير مش أول عقبة أول عائق تواجهه مع هذا الشخص الجديد أو في المجال الجديد تنسحب وتقول أنا مو مهي أنا مجاهز في أشخاص أفضل مني في أشخاص أكثر خبرة مني هنا يقول لك لا دائما آمن أن كل عقبة هي إما فرصة عشان تقوي علاقتك بالشريك عشان تتعلم الدرس جديد إما فرصة تنبهك على في مجالك الجديد شلو لازم تتصرف الثلاثة تؤمن أن مهما كان وقت الانتظار حمولتك في النهاية راح تأتي وكن عندك إيمان وما تستسلم بسهولة شكرا عزيزي برج الجديد هذه كانت توقعاتك الأسبوعية من أنت تتعلم